سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وفي أنفسنا عن هذا الشهر الكريم الحقيقة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الهدف الرئيسي أيها الأحبة من الصيام أن يعلمك الصبر أحد الأهداف الرئيسية أن تتعلم كيف تصبر لأن الإنسان عندما يدرب جسده على تحمل الجوع والعطش فهذا نوع من تدريب النفس أيضا اليوم حديثنا سيكون عن الصبر في رمضان كيف تدرب نفسك على الصبر في رمضان هذه فرصة أيها الأحبة لمن يظن أنه خلقه الله لديه شيء من الانفعالات أو الغضب أو عدم القدرة على التحكم في انفعالاته هناك كثير من الناس يظن أن الله خلقه هكذا لا يستطيع أن يتحمل يتسرع يغضب ينفع لأدفاه سبب يقول لك أنا عصلي هكذا خلق الله هذا الكلام غير صحيح هذا يعني استخفاف بقول الله تعالى الذي قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقولي فلا يوجد إنسان يخلق هكذا عصلي هو الذي البيئة والأعمال ونظرته لله هي التي تحدد مدى انفعالاته مدى تسامحه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان أكثر الناس تسامحا وأكثرهم عفوا عن الناس لأنه عارف وعالب من هو الله أنت إذا كنت تغضب إذن أنت لديك مشكلة في معرفة لا لم تدرك بعد ما هي الجنة لم تدرك ما هو مفتاح دخول الجنة الصبر الصبر أيها الأحبة هو شيء أساسي جدا جدا لدخول الجنة الله تعالى يقول وما يلقاها إلا الذين صبر وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إذن الصبر هو سبب رئيسي في دخول الجنة لم يقل وما يلقاها إلا الذين يركعون ويسجدون مثلا مع العلم أن الصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء والصيام هناك باب مخصص من أبواب الجنة لا يدخله إلا الصائمون باب الريان أبواب الجنة الثمانية والصيام هو عبادة لله يجزي به بينه وبين عبده هو العبادة الوحيدة التي يجزي بها الله سبحانه وتعالى عبادة بينه وبينهم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي لي فهذا الأمر أيها الأحبة هذا الأمر مهم جدا ولكن الهدف منه هو الأهم يعني إنسان يصوم ويكثر الصيام ثم يأكل الربا طيب ماذا استفاد من هذا الصيام؟ ولا شيء إنسان يصوم ثم يرتكب الفواحش إنسان يصوم ثم يأكل مال اليتيم إنسان يصوم ثم يغش في تجارتي يخدعك كثير من الناس الصائمين اليوم حولنا اذهب إلى كثير من المحلات تريد أن تشتري شيئاً لا يقدم لك النصيحة يغشك حرفياً يعني يغشك من أجل أن يبيع سلعة فاسدة عنده ويوهمك بأن هذه السلعة هي أفضل شيء ثم يقول لك أنا صائم والله لن لن يزيده هذا الصيام إلا يعني خسارة حتى قراءة القرآن لن تزيده إلا خسارة الله تعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة من يظلم أخاه أو قريبه أو يظلم الناس أو يظلم جاره حتى بكلمة يسيء لجاره بكلمة هذا نوع من أنواع الظلم قراءة القرآن لن تزيده إلا خسارة الله تعالى يقول لك وقولوا للناس حسنا ثم تشتم الناس إذن أنت تكذب القرآن إذن أنت ظالم لنفسك إذن ينطبق عليك قول الله تعالى وما يزيد الظالمين إلا خسارة إذن القضية أيها الأحبة انتبهوا أنا أريد أن أركز على ما هو أهم من العبادات الهدف من العبادة العبادة بحد ذاتها هي عمل ميكانيكي فقط ولكن ماذا تؤدي بك هذه العبادة؟ إلى أين تذهب بك؟ هل تذهب بك إلى مرضات الله أم مرضات الشيطان؟ إلى النفاق؟ لذلك أحبتي في الله الصبر هو من أعظم الأعمال التي تدخلك الجنة ويدخل في كل العبادات الصبر انظر أخي الحبيب الصبر يدخل في الصلاة هناك صبر على أداء الصلاة على أوقاتها وعلى الوجه الأكمل كما أداها النبي عليه الصلاة والسلام هناك صبر على أن تأمر الناس ومن حولك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها استبر مرحلة أعلى من الصبر أي يعني أطلب الصبر وصبر نفسك وتحمل وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الصبر يدخل في الصيام الصيام يحتاج إلى الصبر الصبر يدخل في حسن الخلق الذي هو أفقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة وأقرب ما يكون العبد من النبي يوم القيامة هو الأحسن أخلاقا أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أو أحسنكم أخلاقا حسن الخلق يحتاج إلى الصبر ما هو حسن الخلق إنسان أساء لك فتصبر عليه إنسان ظلمك فتصبر عليه ابن آذاك جارك يؤذيك إذن الصبر يدخل في كل شيء حفظ القرآن يحتاج إلى الصبر بر الوالدين يحتاج إلى صبر الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى صبر الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر كبير جدا المرض يحتاج إلى صبر قلة الرزق تحتاج إلى إذن الصبر يدخل في كل شيء لذلك الله عز وجل شمل كل هذه الأعمال بكلمة واحدة هي الصبر قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بعير حساب لذلك أيها الأحبة نريد أن نعمل خلال هذا الشهر على تعزيز الصبر وكيف نتلذذ بعبادة الصبر وأن يكون صبرك لله واصبر وما صبرك إلا بالله أن تستعين بالله وتصبر من أجل الله وأن يكون صبرك لله عز وجل وأن تضغط على نفسك وتنسى كل شيء وتتذكر الموت وأنك ستنزل في هذا القبر لوحدك وستقف أمام الله لوحدك وستحاسب لوحدك وستمر على الصراط لوحدك الصبر هو الذي ينير لك القبر ويضيء لك يوم القيامة ويدخلك الجنة بغير حساب ماذا تريد أكثر من ذلك لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصابرين الذين يدخلون الجنة بغير حساب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر